مسائل فل عايز اقولك ان كل اللي فات في المسلسل حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص ليه؟ هقولك ليه؟ اولا زيزو النهاردة هيقولك مفاجأة جمدة جدا عن اكرم مفاجأة هنعرف منا هو قاعد قدام مين وعمال يعترف بكل كازوراته وسانيا هنعرف اخرت نظرات الدلع والكسوف اللي الاستاذة ليلة عايشان فيه سالسا بقى والاهم هنشوف تحالفات جديدة بتحصل بين الشخصيات المنيلة بنيلة والشخصيات الكويسة الجميلة اغبط اللايك الجامد بتاعك ويلا نبدأ بدايتنا مع شعبان الشمال راح لواليد وليلة بالورق اللي طلبوه وفي وسط الكلام قال له تفضل يا مستر وليد ايه الورق بتاعك اهو الورق اللي بيثبت انك حرامي وكنت بتسرق من الشركة ليلة سمعت الكلمة وبلمت الغريبة ان وليدي اتعامل عادي جدا وكأن التاني ما قالش حاجة واستنى يمشي وبعدين سألها هو انت ما عندكش في دول تعرفي موضوع السرقة قالت له لا عادي فصاحبنا ما اصرش وقرروا يمشو في نفس اللحظة محمود راح لأكرم بس مش عشان يشمت فيه لا هو بس قالك اكرم داش مال ويا ما عمل فينا فخليه يشرب شوية من شر اعماله طب وايه برضو سبب الاعداد دي قالك ان محمود خلاص فاط بي وقرر يشهد بكل حاجة وقال له انا هروحي المحكمة وهحكي قصتك من طاطق لسلامه عليكو من اول بقى لما انت جيتلي من عشر سنين وطلبت مني خبيك وصولا لليوم اللي احنا في دلوقتي التاني يسكت ويخاف لا ابدا دا بيجح او يفضلي اتحك وبعدين قالب الكلام جد ودخل على محمود بالحنجل والمنجل اللي هو انا خلاص اتعلمت من كل اللي حصل لي وصدقني لو انت ساعدتني المراتي فبمجرد خروجي من هنا هاخد ليلة والولاد وهنسافر برة وربيهم احسن تربية عرق الجدعانة نقح عند محمود وللمرة التسعتاشر صدقوا اما هو فالمحمي بتاعه قدر يخرجه بكفالة امطلع على البيت وهناك شاف الحزازة بتاعت بدوي وعلشان يتأكد فتح صورته ولقى فعلا لبسها قالك بس جيت لأضاك بدون تفكير راح يقابله وبعد شوية اكشن بدوي رمهله في وشه وقال له بالحرف كده بدل ما تسن سكاكينك علي دور على اللي بيخونك من وسط النفوس الوسخة اللي حواليك اقرم ما خدش تفكير كتير ايه لو جيه على باله شعبان اصل ما فيش اوسخ منه ومن اللحظة دي اللعبة بقى على المكشوف وبالليل محمود قابل ليلة وحكالها العرض بتاع اكرم مش محتاجة اقولك انها ما اقتنعتش ليلة بعد كل اللي شافته وبعد زكاءها اللي كلنا عارفينه فتبقى هبلة وعبيطة ومجنونة ان صدقت كلام اكرم تاني وبناء عليه فعملت لعبة حلوة طلبت من محمود انك تجري وتقول له ليلة بتفكر كمان عايزك تقنع يجي جلسة اثبات النسب وهو فرصة كويسة تتقابل انت وهي وتتوصله الحل المفاجأة بقى ان محمود وافق في الفترة دي فاتن كلامها كان بدأ يزيد مع طارق والرسائل بينهم بقيت رايحة جاية وشكلنا داخلين على اخيانة جديدة كالعادة ياسر ظهر وقتها بس ما شافهاش وعدت الحكاية على خير للمرة التانية بعدها وليد راح للدكتور النفس الشمال الراجل عرف انه اخته مرمية هنا في المستشفى بتاعته وجاي خرجها على مسئوليته الشخصية في البداية الدكتور رفض بس لما لقامه صر قالك ما بيديهاش اتفضل شوف اختك الست حالتها كانت تصعب على الكافر اللي قادر توقف ولا تتكلم ولا تنطق ولا اي حاجة خالص وبعد كل الهدوء ده هبت في وليد واعدت تصوت جامد الله يخرب بيتك يا اكرم جننت الولية عايز اقولك ان وليد تخض وخاف وكرر يمشي ويسيبها تتعالج والدكتور طبعا ما سدق تعالى بقى للمحاكمة المنتظرة العضية اللي قدامنا هي عضية اثبات نسب الاولاد لابوهم اكرم صاحبنا مجرد ما دخل المحكمة العيال طلعوا يجروا عليه وقالوا له بابا بابا وحشتنا فبص لهم بكل برود وقدم نفسه للمحكمة وحصلت المفاجأة العاضي لما سألوا هل دول ولادك بص عليهم كده هو وقال لك الولاد دول مش ولادي صادمة حصلت لكل الاعدين من اول ليلة لفاتن للولاد لمحمود ووليد خد عندك كمان ان المحامي بتاعه اتهم ليلة بتزوير شهادة ميلاد الاولاد يعني الراجل ما اكتفاش بانكار ناسة بعياله لا ده كمان عايز يحبسها قدامهم في النهاية بطلتنا طلبت من القضي يعمل لهم تحليل دي اي اي وهو ده اللي هيثبت السؤال بقى هل تفتكر ان اكرم فاتت عليه تفصيلة زي دي هنعرف ونشوف بعد المحاكمة حصلت مواجهة جديدة والمرة دي جمعتهم كلهم محمود بقى يشتمو ووليد يشتمو وفاتن تشتمو وهو لبس وش البجاحة وبكل هدوء قال لهم ياريت محدش يدخل في حاجة ما تخصوش ويلا باي تاني يوم ليلة خرجتهم يغيروا جو ووقتها هاشم سألها هو بابا مش بابا كان بيسأل السؤال ومتأثر قوي الام معرفتش ترد واكتفت بالحضن في النهاية وليد كلمها على موضوع بريهان فطمنته ان عندها الحل ايه بقى الحل هنعرف بس الاول خليني عرفك لعبة اكرم الجاية عملوا الخالد اللي طلبوا وزوروا له عقد الارض باسم حماه ومش كده وبس ده كمان زوروا له مستند بيثبت ان الارض ما ينفعش يتبني عليها مولات او محلات تجارية يعني من الاخر حماها يرجع الكويت افاي امر عيش بص هي خدمة حلوة وزي الفل بس ايه المقابل اسمع الشيطان قال ايه في البداية سأل خالد انت اخوك احمد الله يرحمه وكان عنده شقة وانت كنت عايز تباها صح قالك صح بس ما بيعتهاش فالشيطان التاني دخل في الحوار وكملنا اللعبة اللي بتقول ليلة جابت بلطجية اقتحموا الشقة ولقوا العقد الاصلي اللي باسمه اخوك قامت عرض الشقة للبيع وفي خلال اسبوعين باعتها باعتها ازاي بموجب العقد الاصلي والبطاقة المضروبة بتاعت اخوك من الاخر وبمعنى اصح هيطلعوها مزورة وهيجيبوا شهود على كل اللي تقال في نفس التوقيت محمود قبل ليلة واتفاجئ انها بتطلب منه وسعيدها يخرجوا بريهان من المصحة طبعا الراجل ما كانش موافق اصل انت في ايه ولا في ايه يعني انت طلبت منها بدل المرة عشر انها تساعدك وفي كل مرة كانت بترفض وانت دلوقتي اللي عايزة تساعديها اه عايزة ساعدها طيب ماشي نساعدها وبقت ليلة ومحمود من ناحية ووليد من ناحية تانية قعد يفتش في قضتها عن العلاج اللي كانت بتاخده انه يلاقي حاجة ابدا فسأل المساعدة الست ماخدتش في ايده غلوة وقرد بكل حاجة يعني صاحبنا عرف ان اكرم كان بيدي البريهان حبوبها الواسع علشان تتجنن وتفقد الزاكرة فكلموا ورزعوا كم شتيمة على كم تهديد اما محمود فد رشوة الواحد من الممردين اللي شغلين في نفس المستشفى اللي بريهان فيها وده مقابل خدمة بسيطة كل اللي محتاجه انك تعرفني اسماء الادوية اللي هي بتاخدها لا اكتر ولا اقل على اخر اليوم ليلة جالها خبر حلو نبيل قالك ان شركة الشحن البحري اللي هو بيشتغل فيها وفقت ان مكتبهم هو اللي يمسك كل شغل المحمة عندهم بس قدامنا مشكلة صغيرة الفرع الرئيسي للشركة موجود في القاهرة وبكده هتحتاجه تفتحه مكتب هناك بمعنى مختلف ليلة لازم تسيب بورسعيد وتنقل شوية ونبيل ميشي وجات واحدة اسمها سميرة سابت شكات بمبلغ ثلاثة مليون جنيه المفروض انهم بتوع قضية تصالح هتحصل جوا مكتب ليلة الكلام ده حصل واياد موجود ماهو شريك برضو اياد ده بقى يمعلم جاله بعدها مكالمة من حد طالب يقابله في القاهرة مين بقى الحد دوت اكرم طبعا صاحبنا الواطي جمع شوية معلومات عن اياد اهمها انه شاب طموح حلمه يشتري شقة يتجوز فيها ويشتري شقة تانية يفتحها مكتب فانا بقى مصباحة لقي الدين اللي هيحقق لك كل اللي بتتمنىه بس بشرط انك تجيب للشيكات من مكتب ليلة لاني عايزة ساومها بيهم وعلشان التاني يوافق فصاحبنا اداله شنطة فيها نص مليون جنيه عربون ها قلت ايه؟ طبعا وافق بعدها وليد ومحمود كانوا جمعوا معلومات كفاية عن المستشفى ودخلوا على المدير اللي ما كانش قدامه حل غير انه يسلمهم برهان يا كده يا امه هيفضحوه ويقفلوها له ضبه ومفتاح في طريق الرجوع كان قدامهم مشكلة كمان هيخبوها فين؟ اكرم لو شافها هيعمل منها بطاطس ليلة قالت لك انا عندي اخر مكان اكرم ممكن يتوقع انها تكون فيه اللي هو بيتهم في بورسعيد واخدوها على هناك وكانت كل حاجة ماشية تمام التمام لحد ما عمه صلاح شافها وما كانش عاجبه ابدا اللي بيحصل يعني المثل بيقول ابعد عن الشر وغنيله وتقوم تجيبيه لحد هنا معلش يا ام صلاح الولية هتعمل ايه؟ واخد بالك معنى ان وليد يسيب اخته عند ليلة اللي هو اساسا لسه متعرف عليها من كم اسبوع فداي اكد لك نظرات الحب والحنان اللي قاعدنا نشوفها منهم طول حلقات الاسبوع الرابع لو لسه ما شفتهمش هتلاقين يسايب لك اللينك في اول كومنت المهم يا معلم ان اكرم راح لمحمود بعد ما عرف انه كان بيساعد وليدي لاي اخته وهدده انك لو فضلت واقف ضدي انا هقفلك المصنع ده صاحبنا لسه ما كملش الكلمة الا وكان البوليس داخل يقبض على محمود وشوف التهمة قالك مع انا اذن من النيابة بقفل المصنع والتحفز على المنتج بتاعك وفحصه بسبب حالات كتير جدا جالها تسمم من العصير بتاعك السؤال هنا هل اكرم هو اللي رزعه المهموس ده ولا حد تاني في الفترة دي بريهان كانت بتعيش ايام صعبة ومش عايزة تاكل ولا حتى تتكلم عم صلاح لما شاف الحكاية كده دخل يأكلها بنفسها وقد ايه انت كنت ضحية وانا اعتبريني زي ابوكي وبلا بلا ولو رحنا لأكرم فخلينا اقولك انه رجع على الجاند النيابة حاليا متحفزة على كل فلوسه وهو لا عارف يقبض موظفين ولا يدفع فواتير اللي زاده غطى بقى انه بده وجاله وطلب باقي فلوسه انت بتتكلم في 45 مليون جنيه واحد هيسألني ويقولي يا عم زيزو يا عم زيزو طب ما هو واحد زي اكرم بميولو الشيطانية لما يقتلش بدا ويرتاح ويوفر الخمسين مليون كلهم هو حل يليق معاه بس ما تنساش ان صاحبنا مازال على زمة قضية يعني حركته محسوبة بالميلي بعدها وليد قابل عم صلاح واقنعه ان بجد عايزة ساعد ليلة وان بجد مش نولكم على اي ازية وتقدر تقول انه خلاص الرجل الكبار الجميل ده اطمل لوليد وهيبدأ يعامله زي ابنه طب ايه الكلام عند محمود ساوسا خرجته من القضية زي الشعرة من العجين بس ازاي لسه ما نعرفش مفاجأة جديدة حصلت عنده اكرم كان بيكلم اياده مستنيه يجيله بالشيكات وبوم لقى ليلة في وشه اه ما هو مش كل الناس بيعينوا ولاد كلب زيك وزي العادة بدأها بدحكة وقد انت بتحبيني وما تقدرش تستغني عني ولا حتى تقدر تقزيني انا ابو ولادك ما تنسيش طب هي جياله لي اصلا لسببين الاول عايزة تتحداه وتعرفه انك مش هتعرف تخلع من تحليل الديين ايه يعني انا كده كده هكسب القضية والسبب الثاني بتشكره عن نص مليون جنيه اللي ادهم لقياد اهو اللي ييجي منك اكيد هيكون احسن منك خلصت معاه وقالت تازم اياده نبيل بالمناسبة السعيدة دي راحت تجيب القهوة وثابتهم بيتكلموا وبنعرف ان اياد ملاحظ اول اللي نبيل بيعمله التاني قال لك ايه بقى؟ قال لك بصراحة انا معرفش اين لي فيها بس طول الوقت بفكر فيها ومش قادر اشيلها من دماغي وختمها بحركة غشيمة جدا لان لما ليلة جت لمس ايديها وهو بياخد كوباية القهوة فزغرت له بعينيها كده هو وخلاص اتقفلت منه ولو بصينا على زينة هنلاقيها بتكلم صاحبها في التليفون وبتطلب منه مخدرات الكلام ده معناه ان البيتة خلاص دخلت مرحلة الادمان كلامي معناه ان صاحبنا بعد اللي عملوا في حياته فهيبدأ من دلوقتي حاسب على المشاريب خد المفاجأة دي ساوسا طلعت متفقة مع طلقها انه يبعد رجالة تتبلى على محمود وتقول ان العصير بتاعه مسمم بص هي مش مفاجأة قوي لان كلنا عارفين من البداية ان الولية دي سموية بس هي ليه اصلا تحبس جزها وبعدين تطلعه قالت لك علشان يفضل محتاجي ويكون تحت رجلي وقت ما عوزه قلقيه خد كمان ان لما طلقها طلب منها تتطميني على ابنك وقدي انت وحشا وبيسأل عنك اتلغبطت كده هو وقالت له حاضر حاضر هابقى كلمه لما فضى في الفترة دي حالة بريهان كانت ابتدت تتحسن وتحسنت اكتر لما وليد جاب لها زينة الطبيعي في موقف زي ده ان البنت تاخد امها بالحضن وتعايت وتتأثر لكن لا مش ده اللي حصل اللي حصل انها دخلت شمال في ليلة وعيالها وقعدت تقول كلام من نوعية انت بقى اللي خدت بابا من مراته وعياله وتجوزتيه اما انت وليا حرباية بصحيح ليلة احتراما لوليد ما نطقتش بس انجيت للحق الراجل جاب حقها وزيادة وبما ان كلنا عارفين ان وليد غشيم في نفسه فوقع بلسانه وقال لها احترميها دي تبقى ام اخواتك ليلة وهاشم البت تسكت وتتلم لا برضو هبت فيهم مرة كمان وطلبت تاخد امها وتمشي وخلص الحوار على ان بريهان حالها بقى زي ما انت شايف الكلام وصل لفاتن ومعجبهاش ابدا وطلبت من اختها ان بريهان لازم تمشي واحنا مش نقصين مشاكل ليلة بقى رفضت رفضت وكلها اسرار ان بريهان دي واحدة غلبانة واقرم دحك عليها ولو كلكوا قفتوا ضدي برضو هفضل جنبها وساعدها عم صلاح المحترم قالك ليلة ما احق الست لازم تقعد معنا لحد ما ترجع كويسة وختموا الحوار بان بطلتنا طلبت من اختها ما تقولش لياسر اي معلومات عن اللي تقالت فقامت راجعة بيتها تحكي مع طارق والموضوع تطور بينهم قوي الحكاية دخلت في انهم على وشك يتقابلوا وانه كمان عايز يشوف صورتها ياسر لما جيوا طلب منها يشوف بتكلم مين رفضت بحجة انها بتكلم ليلة وان في اسرار بينهم وعلشان تسبك الحكاية وتخليه صدق اضطرت تحكي له معلومة ان بريهان عندهم في البيت لا والراجل ايه ما يتوساش على طول بعت لأقرم ان عنده معلومة تسوى تقولها دهب وفضح الدانية فاكر بقى في مقدمة الفيديو لما كلمتك عن التحالفات الجديدة اتفضل يا سيدي صاحبنا جاب سوسا وطلب منها تمسك له كل شغل الشركة لانه نوي فرق عشعبان طبعا وفقت بس الحكاية مخلصتش على كده لا استنى وركز معايا بداية الكلام كده انه طلب منها تقدم له رد اعتبار ليه لانه عرف انها بعتت رجالة يشهدوا ضد محمود ويلبسوا اقرم في الموضوع بمعنى اصح خلت الرجالة يقولوا ان اقرم هو اللي زقهم يعني الست كانت عايزة تلبس ده فيه ده وهددها انك لو ما نفستيش المطلوب هقول لجوزك اللي عملتي فيه وهو بقى يختارها يعمل فيك ايه سوسا تسكت لا ما تسكتش قالت له لو انت اسد فانا تنين واقدر اخليك تقاضي حياتك كلها في السجن ووصل لليلة فيديو كات بكتابك عليها وبالتالي هتطلعك مزور وهلبسك شوية قضايا حلوين طبعا انت دلوقتي بتقول جواك ايه الناس دي انت شيطان ولا حيوان وانتي انتي ازاي كده المهم يعني ان جوز الحرابيق دول اتلموا على بعض تمام لحد كده تمام اوكي نكمل مع البيجة وهو رايح يعمل تحليل الديين ايه هناك قابل ولاده والتانية قعدت تبصله بكل قرف وهو كمان بصلها بكل قرف المعلومة المهمة في كل ده ان ليلة الصغيرة عرفت ابوها على حقيقته يا راجل دي طلبت من امها يمشو لانها مش طيقة تبص في وشه انت متخيل عايز اقولك ان الراجل ده شكله فعلا هيطلع مريض نفسي مش واحد شرير بالفطرة زي ما سألنا في الحلقة اللي فاتت ليه لانه لما رجع بيته قعد يبص على صور اهله وهو حزين وما تفهمش الرياكشن ده معنانا دم ولا منكو لله انتو اللي وصلتوني لكده نرجع لجوز الكناري دول سابوا كل المشاكل اللي هم فيها ورجعوا تاني للنظرات والمعاكسات المرات اعترفوا قال لها بحبك فليلة قالت له وليد انا ست متجوزة مش هينفع مش هينفع ايه ها مش هينفع وخلاص فابتسم كده هو وقال لها وايه يعني انا كل اللي عايزوا ان اكتسبين احبك ممكن تسيبين احبك رزعت اللي ابتسامة المتينة اوكي مدام اين بابلك اوكي يا وليد ومرت الايام وبرهانة اقلمة معهم اكتر واكتر واللي ابتسامة رجعت لها من تاني وبعد ما كانوا واحدة وضرتها دلوقتي بقوا واحدة وصحبتها كمان ليلة فتحت المكتب الجديد في القاهرة ومحمود فتح مصنعه من تاني نختمها بايه بقى اكيد بنظرة من هنا ونظرة من هنا ضحكة من هنا وضحكة من هنا طب كيفية يا وليد لا مش كيفية ده الصيع اللي مش متربي مسك ايديها وهي عادي جدا وبعد فترة بريهان خفت وبقت كويسة وخلاص هترجع بيت اخوها فودعت عم صلاح وليلى الحنينة نيجي بقى الاهم مفاجأة في حلقات الاسبوع ده اكرم قاعد في جلسة الاعتراف بتاعته وتخيل طلع كل ده بيعترف لمين شيرين الله شيرين حبيبة وليد اه والله تخيل في القعدة دي قال كلام خطير جدا وكله عن وليد قالك مش مكفي كل اللي عمله ده كمان رايح يقرب من مراطي ده انا هخسف بيه الارض ورزع اللي ابتسامة المتينة وسألها هو انت ازاي بتعرفي تهديني في عز ما نشايت كده بص بقى المسهويك قالت ايه انا بعرف هديك لان الوحيدة اللي فهماك وعارفة كويس انت حاسس بايه انت يا اكرم حد مش وحش بالعكس انت جميل وكل اللي حصل لك سببه بابك وممتك لما كانوا بيفرقوا في المعاملة بينك وبين اخوك وكلام بقى كتير من ده اكرم عينه تمالت قلوبه وفرشاته وخلاص كان هيطلع السبحة من جيبه طيب سؤال هو مين لم الشامع المغربي يعني دي اتلمت ازاي اصلا على اكرم هنرجع للماضي وهقولك اسمع الحكاية بداية الكلام لما شين رحت لشعبان الشمال وطلبت منه يطلقها من جوزها باي شكل فجاب لها اكرم على انه الوحيد اللي هيقدر يخلصك منه الكلام ده حصل في نفس الفترة اللي اكرم كان لسه مطير فيها عيون وليده ورفضه من الخدمة في الشرطة طب ما ده معناه انها المفروض مش طاية اكرم كلام مزبوط بس خلينا كملك وانت هتفهم صاحبنا اتضح انه صايع واخد باله كويس انها من البداية كان عينها منه مش من وليد وانك لو بتحبي وليد ما كنتش فسخة اخطبتك منه بعد ما اخرج من الخدمة وعينه طارت فخلينا نيجي سكة ودغري مع بعض وبلاش لفه ودوران ومن هنا الولية استسلمت وحصل الاتفاق على انه هيزقها على وليد تأشطه وتاخد كل فلوسه وتعمل اللي اعرفناه على مدار الحلقات اللي فاتت يعني ده تحالف جديد صاحبنا الشمال عمله التحالف الاول كان مع المسهوكة والتاني مع المحببة في الحاضر ومع نهاية الحوار الكاظر ده قالت له انت الوحيد اللي حسستني بامتي قال لها وانت الوحيدة اللي حبيتني رغم انك عارفة كل كاظراتي قالت له لا لا كاظرات ايه ولا انت جميل وبعد ما مشي انا بقى كازيزو هوريك الكاظرات اللي على حق شيرين طلعت مسجلاله كل مرة قاعد فيها واعترف عن نفسه يعني الموبايل ده هيتبح اكرم بسكينة بردة في نفس التوقيت ليلى كانت خلاص بتلم حاجتها وهتطلع القاهرة ومن ليلى الفاتن اللي حكايتها اتطورت على الاخر كان يوم عادي زي اي يوم مسكة تليفونها وصهرانا تتكلم مع طارق في نفس اللحظة جزها رجع البيت وهي لا حسة ولا سمعة من اللي على ودنها بوم وصاحبنا دخل بص في التليفون وقام خطفه منها وقرى المحسات وعينك ما تشوف اللي النور تعرف عمل ايه؟ قفل القوضة على بناته وراح دخل المطبخ جاب جيركن الجاز ودلقوا على امراته وقبل ما يولع فيها بثواني خبطته في رجله وقدرت تهرب امرائح على ابوه وورله لسكريناته وهو هيتجنن اموتها ولا خنقها ولا عمل فيها ايه؟ الراجل كان حكيم وطلب منه ما ياخدش اي قراراته هو متعصب اصلك لو قتلتها هتدخل السجن وهيتحكم عليك بالاعدام وولادك هما اللي هيتعكوا فيها ولاد اكرم بقى حكايتهم اكبر بكتير لان القاضي قالك ان تقرير الطب الشرعي اثبت عدم تطابق عينة الاب مع عينة الاولاد وبالتالي هو مشابوهم زي ما قال يعني ليلة خسرت القاضية وبقت متهمة بالتزوير في اوراق رسمية وكمان مهددة بالحبس الله يخرب بيتك يا اكرم الولية كانت هتتجنن انت ازاي عملتها ازاي اشتريت الطب الشرعي شوف بقى البجح جالهم وهددوا انك لو لمست مراتي تاني انا هقتلك يا راجل يعني هي دلوقتي بقت مراتك قالك اه واللي هيقرب لها زعله وختم كلامه وهو بصص لعم صلاحه وبيقول له شوف بنتك المتجوزة يا راجل يا محترم يا اللي عارف كلام ربنا الراجل ماستحملش وطب ساكت ومات عم صلاح مات الراجل الطيب وسب بناته اللي اتنين واحدة جزها ناصب عليها والتانية جزها ملبسها في حيطة وهي ملبسة في حيطة اكبر وعاشت ليلة ايام افتكرت فيها كل الزكريات طيب نروح لساوسا وهي عند اكرم وبيتناقشوا ازاي يحلوا مشاكل الشركة وسط كل ده سمعت صوت محمود برا فاستخبت وهي سمع الحوار بينهم محمود خلاص كان جاي باخره وقال له انا مش هصبر عليك اكتر من كده ليلة هتجوزها وهكتب عيالها باسمي اللي هم عيالك اكرم سمع الكلمتين دول وجابه له من زاوية اه دا انت عايز تتجوز مراتي بقى وشوية التهديدات من هنا وهنا وخلص الحوار الحوار اللي ساوسا سمعته كله فاستنته يمشي وجات لأكرم وقالت له انا محمود يعمل فيها كده عايز يتجوز علي بعد ما نظفته وخليته بني ادم طب والله والله ما هسيبك يا محمود المشكلة دلوقتي عند أكرم لانه سألها هو فعلا محمود يقدر يكتب ولادي باسمه قالت لك اه ما هي ليلة عقربة وهتلاقي الحل اسمع الحل محمود هيروح يغير عنوان السكن بتاعه لأي محافظة وبعدين هو وليلة هيكتبه ورق عرفي بتاريخ قديم وفي النهاية يطلع المحكمة يعمل قضية اثبات نسب ويوقف قدام القاضي يقول انهم ولاده وليلة تطلع على الاحوال المدنية تطلع لهم شهادات ميلاد باسمه وبالشكل دايب أولاده رسمي ودي بقى يا معلم نتيجة لما يكون المحامي صايع وصايع قوي كمان بعدها محمود رح لليلة فعزبوها وعرض الموضوع الولية استغرابت أصل عرفي مين يا بعرفي وليد جئه سمع الكلام وكان هين عليه دجدش دماغ محمود بس الراجل طلع محترم ورعى الظروف اللي هي فيها وشكره على اهتمامه نابيل يسكت قالك لا أنا لازم أبعين لها حبي واهتمامي ورح يستطف الميا العكرة ويوسيها مع شوية نظرات فوليد شكره هو كمان وخلاص بقى يا ولاد هي تخصيني ومحدش لدعوة بيها في نفس اللحظة بريهان كانت بتعمل كارسة طلعت لايف وفضحت عميل أكرم فيها ولما كانت خلاصها تقول اسمه زينة دخلت وقفلت الليف بسرعة وبالشكل ده بريهان قررت تطلع كل يوم لايف تصرب معلومات جديدة تفضح بيها أكرم وبعد كام يوم هتقول اسمه وتخلي فضحته بجلاجل ولو رحنا للمواجهة الأولى بين محمود وسوسن بعد اللي هي سمعته هنلاقي هنا كارسة كمان الست طلب الطلاق ومش كده وبس دي بتقول أنا حامل وابني ده أنا اللي هربي بنفسي يا خيني اللي عايز تتجاوز علي الراجل ساب معلومة انها عرفت بموضوع جوازه ومسك في الحمل ماهو سنين كتير بيتمنى يخلف وكان خلاص فقد الأمل وبالتالي رفض يطلقها في الوقت ده بدأوا يقرر يلعب أكرم وراح لوليده وصرب له معلومة مهمة جدا قال له من عشر سنين قبل اخناعتك مع أكرم وقبل عينك مطير أكرم جالي وطلب من يجا استفزك علشان تروح تتخانق معاه ومن هنا هصورك وابعت الفيديو للداخلية وتترفت من الشغل في نفس اللحظة ليلة هي كمان قررت تلعب أكرم رحت لثلاث أولاد متهمين في قضية اتجار بالعملة وحفظتهم كلمتين يقولهم لوكي النيابة ملخص الكلمتين دول انهم شغالين مع رجل أعمال تقيل وهو اللي بيديهم الشنط اللي فيها الدولارات وكان دايما بيطلب منهم ما يفتحوهاش ولا يعرفوا اللي فيها عكى عليه من كل ناحية حتى من بدوي اللي بعت له فويس وقاله يتدفع باقي لخمسين مليون يهف ضحك عند وليد وامراتك وامراتك التانية وفي كل حتة كلام زي ده في وقت زي ده يخلينا نتوقع اننا هنشوف أكرم وهو بيتوحش قريب جدا على حظ المنيل بقى ان الشرطة جاءت تقبض عليه بسبب موضوع الدولارات ده كمان لما فاتشه خزنته لقوا فيها دولارات وتخيل مين اللي حطها له وليد كل ده بقى حصل بتخطيط من ليلة عايز اقولك ان المسلسل فاضل عليه حلقات الاسبوع الجاي ويخلص فمن دلوقتي هنبدأ نشوف الخيوط بتتجمع ضد اكرم اللي خلاص قرب يحسب على كل الفواتير نرجع بورسعيد وبنشوف فاتن رحت لجوزها وترجته بكل ما تحمل الكلمة من معنى انك تسمحني انا خلاص ما بقاش لي حد في الدنيا غيرك انت وولادي وعلى الرغم ان الست حاسة بالندم الا ان كرامته مخليا رفض حتى يبص في وشها وطردها من البيت اليوم اللي بعده استنت ولادها قدام المدرسة وكالعادة ياسر جيه قلب الدنيا المرة دي هددها انك لو حاولت تتكلم الولاد هقدم الاسكرينات للحكومة وهرفع عليك قضية زنة يعني قفلها لها ضبة ومفتاح ومش يسابها في الشارع مكسورة وحزينة جدا خد المفاجأة دي خالد قابل لي لو قلها حقك علي واحد هيقول لي الله يعني هو خلاص قرار يتوب عن اللي عمله هقولك لا ده كمين من اكرم اللي كان مستنيها جوال عربية وخدرها المعلومة وصلت لواليد بعد ما خلتكلمه وطلب منه يجيله دلوقتي حالا على لوكيشا معين مش محتاج اقولك ان الراجل مفكرش وراح على طول وهناك لا بده ويتقتل فقرب من الجثة ولسه بيلف ايه لو كان البوليس في ظهره وبكده وليد بقى متهم في جريمة قتل لا وايه ده ممسوك متلبس اكرم لعبها صايمة فصاحبنا كلم ليلى من تليفون الزابط وحكى لها اللي حصل بداية الكلام راحت على خالد وهددته وبعدين راحت لواليد ساعتها بريهان جات تطمن على اخوها وبنعرف انه هيلبس على الاقل اربعة ايام على زمة التحقيق بمعنى اصح اكرم عرف يزيحه عن سكته ولحظة ما كانوا راجعين ليلى وبريهان شافوا حدثة على الطريق الناس بتقول ان واحد ابن حرام خبط امه وبنتها وجري وان شكلهم كده ماتوا الغريبة ان ليلى كانت مهتمة او بالموضوع لدرجة انها كلمت اياده وطلبت منه يجيب لها بيانات الضحايا وبسرعة ورجعت لعربيتها وهي بتضحك وشكلها نوية الاقرم علنية جديدة وفي المشهد الاخير خالد رح لصاحبنا وهدده وقال له اصح انا مش هدخل السجن الواحدي لو ما خرقتنيش من المصايب دي كلها يبقى علي وعلى اعدائي وبعد ما بدأت تعك على دماغ صاحبنا الشرير خلينا اقول لك وخلصت الحلقة وكده يبقى نهينا وانتهينا سؤال الحلقة بيقول هل تعتقد ان شرين ممكن تبلغ عن اقرم ولا هتفضل في صفه للنهاية سؤال كمان ياسر يسامح مراته ام ولاده بعد ما حست بالندم ولا يطلقها وما يعرفهاش تاني سؤال اخير هل ساوسا حامل فعلا من محمود ولا بتشتغل وزورة التحليل علشان توصل لهدف معين ولو ده صحيح فايه هو الهدف من وجهة نظرك اصلك قدام احتمالات كتير اكتب لتعليقك وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب كل وسائلنا على السوشال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو عاش جمهور الملخصات اشتركوا في القناة